نرجع بقى نخلش بقى في ردنامج في قارتنا النهاردة الكابسولة بتاعتنا ونرحب الدكتور محمد راشد استشاري الحاسية والمستشاري علم ردنامج الدكتور محمد صباح فول عليك يلا أخبار كله تمام علش انا اتكلمت النهاردة في موضوع النقابات العمالية لان احنا بنتكلم في حاجة تخص الدواء والدواء ده لما بيحصل فيه ببقاش موجود الناس اللي بتشتكي فهو بينعكس تمام وزي ما قلت في المقدمة بتاعتي الشركات دي بتاعت الناس اللي في الشارع ماشي بتاعت اللهم من في الشارع دكتور محمد صباح فول عليك سبحانه الحمد لله على السلام كابسولة النهاردة هتودينا على فين بقى الكابسولة النهاردة هتودينا احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على حساسية 9000 والتحبات الجميع الأنفية وانت المرة اللي فاتت يعني تعرضت لفصل الربيع احنا هنتعرض لحاجة مميزة في فصل الربيع وهي موجودة صفة او يعني مشتركة في كل فصول السنة مشتركة في كل فصل سنة تقريبا اللي هي حبوب اللقاح عشان طبعا احنا مش فصل ربيع في الأمور عشان تبقى احنا برضو تماشيين مع زي ما انت كده ماشي مع الدولة دقة بدقة ويا حدث بحدث وبتحاول يعني تبقى للسياسة العامة للدولة وسياسة رئيسة الامورية التنمية وكل الصناعات وكل الاتجاهات يعني نحاول لحلل كل المشكلات من جزرها فاحنا برضو تماشيين مع برنامجنا احنا بنقول ان حبوب اللقاح هي طبعا دي اللي بتبقى نتجة من النباتات من الأزهار من الأشجار من الأعشاب ودي المسؤولة على عملية التلقيح عملية التلقيح النباتات عشان خاطر ومنهمها عندنا مثلا اللي هي طنح النخل ده مشهور قوي عندنا في مصر عندنا بعض الأعشاب اللي موجودة مثلا حاجة زي الريجويت ده موجود برضو عندنا بعض الأشجار أو الشجيرات اللي موجودة في بالطيقة الخليج العربي أو المناطق الشبه الصحراوية دي الحاجة اسمها المسكايت عندنا برضو أنواع من النباتات اللي هي موجودة في جنوب مصر أو الجزء اللي هو جزائي الوادي الجديد والمناطق اللي هي شبه صحراوية كل هذه المناطق فيها حبوب اللقاح وأثناء بقى حبوب الرياح وإحنا دلوقتي يعني مصر جواهني منذ المتقلب شوية شوية هواة شوية مش هواة شوية يعني هي مش مرتبطة بالربيع لا مش مرتبطة بالربيع لا دي عملية طبيعية خالص لها علاقة بمواسم حتى بسمها موسمية بمواسم التلقيح للنباتات وطبع دي بتختلف على حسب أماكنها وحسب وجودها يعني فإحنا النهار ده برضو بيبدأ الجسم بيتعرض لها بوقت تأثر على العين شو بقى حبوب اللقاح رغب إن هي موسمية بوقت تأثر على العين بقى أثر على الألف تأثر على الصدر حتى بوقت تأثر على الجلد يعني طبعا هذه حبوب اللقاح فإحنا دلوقتي الجزئية اللي إحنا بنتكلم عليه طيب دلوقتي إحنا لما نجي نتكلم على حبوب اللقاح بهذا المنظر لابد إن إحنا نخلي بالنا من لو إحنا شغالين في هذا المجال لابد ان احنا يبقى احنا لبسنا يعني نغيره بشكل مستمر نغسل ايدينا لان اللبس ممكن يبقى عليه حبوب اللقاح طبعا اللبس الاحزية الاحزية ممكن يبقى عليه حبوب اللقاح الكمان احنا برضو لو حد متعامل برضو بنخلي بنا منه في نخلق النوافذ لو احنا نجبين عربيتنا نقفل النوافذ بتاع العربية وخصوصا في الوقت اللي فيه طيارات هوا كل الكلام ده كله اقدر اغسل وشي برضو اغسل وشي ويد صفة مستمرة بشأنه من مراتين تلاتة في اليوم يعني حتى عندنا من توضع يعني ايه برأ يعني من اي حاجة تبقى موجودة طبعا لما احنا منتعرض لهذه الانواع من حبوب اللقاح بتبدأ تحفز الجهاز المناعي تقول اجسام المضادة الاجسام المضادة دي من شعنها بترتبط بهذا النوع من حبوب اللقاح بعد ما بترتبط به تحفز بقى تطلع مجموعة من المواد المواد دي اللي بتسبب الاعراض الحساسية تعمل حكة في العين تخلينها ممكن اللي هي اللي بسموها حتى التهم ملتحمة العين التهم ملتحمة العين التهم ملتحمة العين ده على فكرة له اسباب كتيرة جدا من ضمنها الحساسية يعني ممكن تكون لها اسبابها فيروسية او بكترية الاعراض واحدة لكن دي مش حساسية دي ممكن تبقى عدوة لانه الحساسية غير معدية الحساسية غير معدية بالأساس الحساسية بالأساس غير معدية الحساسية بتختلف بالفرض للتاني تبع للعوامل البيئية اللي موجودة حواليه بس هو ممكن يكون مصدر الحساسية هو المعدي بمعنى أقر إيه فعيك النهاردة قلت حبوب اللقاح صح يعني النهاردة لو حد لبسوا عليه حبوب اللقاح وداخل البيت وحد عنده حساسية ممكن يجوله حساسية من العدوى لتعرف حبوب اللقاح صحي جدا؟ نسيبش عدوى من معنى هو يتأثر بيه يعني مثلا لو فرضنا واحد عنده حساسية من الفرو القطة مثلا لو واحد شاء القطة ورح سلم على واحد تنقله الإحساس يجيله على طول لأنه بيتعرض لهذه المسببات تشغل على طول جهاز المناء فاحنا لازم في فصل الربيع نخلي أو في فصول السنة أو أن المجموعة اللي هم المرضى اللي عنده باستعداد لابد أن هم يبقى لبسوهم بشكل مستمر بيتغسر بيتغير حتى الشوز نفسه بيتغير يعني لو مش ببطاقة فيها جنينة تحكي أنت تتكلم على الوقاية على الوقاية حضرتك يعني الشوز نفسها بيغيرها عندك حضرتك لابد أنه هو زي ما قلنا قبل كده يغسل إيديه ولو حتى يعني يحاول بيخلوك شباق الأماكن في وقت اللي فيها الإزهار والكلام ده كله طب إحنا هل نحن نقدر نشخصها أو نقدر نحددها طبعا عندنا جهزة طريقة لتشخص أولا ممكن فيه متعامل مستخلصات من هذه حبوب اللقاح فيه معنومة برضو فيه أنواع أزهار ما بتعملش حساسية اللي هي بتتلقح بالحشرات لأن هنا حبوب اللقاح نفسها ما بتتقلش الوحدة هذا الحشب اللي بتشيلها توديها للظهر طبعا ما بتشيلش في الهواء بتشيلش معلقة في الهواء فحيلة دلوقتي طبعا إحنا اللي يقدر نكشف على عن طريق اختبار في الدم طبعا يا رأي حضرتك خلي الكشف أنا حسيت الربيع للحلقة المسببات اللي هي حبوب اللقاح نخليها الحلقة الجاية بجد عارف بصنا عايز أقول لك النسبة تتنيني لبرنامج أنا عايزين نعمل متصاص بنت لازم ممتصاص بنت ما فيش مشكلة لبع الحلقة جاية هنكلم عن إيه عن طريقة التشخيص مسببات الحساسية بالنتيجة للتعرض الضحب في اللقاح خلينا أسألك سؤال الدكتور محمد راشد السيد دكتور محمد راشد إيه الشابة الولموط طبية بالنقابة العلمية صحيح حاجة بتتعامل مع معامل طبعا أبعا أسألك سؤال طبعا حاجة إيه المواصفات اللي تبقى موجودة في المعمل عشانه المعمل ده زو كفاءة أو بيتصنف كلاس إيه وان اللي هو يعني المجموعة الأولانية بص حضرتك عشان نقول أن أي معمل زو كفاءة أو بيتصنف زبا حضرتك بتقول لابد أنه يكون فيه بيطبق فيه معايير جودة معايير سالمة وصحة مهنية لابد أنه هما دول معايير رقابة حلوة أبعا أنا عندي تلات معايير موجودة